من تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان على أي أساس تم تشكيله؟ في الحقيقة احنا عندنا مجلس قومي حقوق الإنسان النهاردة عمره حوالي 17 سنة هو تأسس 2014، نأسف 2004 هذا المجلس كان من المجالس الرائدة في المنطقة العربية مصر لديها تاريخ طويل في مجال حقوق الإنسان مصر من الدول الرائدة في المسألة دي شاركت فيه سياغة الإعلام العلامي لحقوق الإنسان سنة 48 وكان لها إسهامات أول الحركة الحقوقية كانت موجودة في مصر سنة 83 ظهرت المنظمات الحقوقية في مصر من بعدها المنظمة العربية الحقوق الإنسان كثير من المنظمات المؤسسة في مجال حقوق الإنسان ظهرت في مصر بالتالي مصر لديها تاريخ طويل في هذه المسألة نمرأتنين الدستور المصري، الدستور المصري قائم على الحقوق والحريات اللي أعطاها للمواطنين خاصة الدستور 2014 بتعديلاته وكلها تعديلات بتدي مؤشر لأي مدى الدولة المصرية مهتمة بقضايا حقوق الإنسان بشكلها الكلية وبشكلها الكامل مش بس جزئيات أو فرعيات البعض بيتحدث فيها هنا أو هنا لكن انت بتتكلم هنا على أن الكليات دي كلها موجودة في الدستور المصري وده اللي اتبنت عليه لستراتيجية الوطنية حقوق الإنسان الاستراتيجية في أساسها وفي بدايتها بتحاول أنها تؤسس لمسألة حقوق الإنسان مبنية على الموجود في الدستور المصري والقوانين والتشعات المصري وهناك تشعات كتير جداً ظهرت الفترة اللي فاتت بتدي مؤشر لأي مدى في إرادة أساسية حقيقية بنشوفها في سيادة الرئيسة الفتاح السيسي اللي يمكن منذ توليه المسؤولات في مصر وفي عمل دقوب طول الوقت ربما الناس بتشوف البنية الأساسية والتحتية الكبيرة والمرشعات القومية العملاقة ولكن على نفس المصار في بنية تحتية أساسية لحقوق الإنسان في مصر ظهرت ربما بتبان في التشكيل زي ما حدك أرجع لسؤال حضرتك بتبان في التشكيل من تمكين المرأة أنها عندك سيدة ترقص هذا المجلس وهي السفيرة مشيرة خطاب تاريخ طويل في العمل المدني وتاريخ طويل من العمل السياسي كانت مرشحة مصر في اليونسكو فإحنا بنتكلم على شخصية دولية مرموقة بترقص هذا المجلس في ثقل وحجم الوزير محمد فاي ويمكن قبله مؤسس هذا المجلس الدكتور الراحل العظيم بوترس غالي وأنا بذكر الدكتور بوترس غالي وهو أحد أستاذتي الشخصيين وحد ده أنا تعلمت منه وشايف إن احنا لازم نكمل المصار اللي هو بدأه والمصار ده كان مبني على إنه حقوق الإنسان مكون داخلي محلي مجموعة حوارات بتدور بين الناس ومجموعة حوارات بتدور بين الناس وبين الدولة هنا المجتمع المدني والدولة الحوار بينهم هو اللي بيوصلنا إن احنا يبقى فيه تقصيل لمسألة حول الإنسان وفي نفس الوقت إن انت يعني تخلي المجتمع يعرف أكتر عن حقوقه بشكل وبآخر ودي كانت المهمة الرأسية في المجلس ودي المهمة اللي هو حطها ودي المعيار الأول من معايير باريس اللي هي بتنظم عمل المجالس الوطنية لحول الإنسان في كل دول العالم وده اللي مصر حققته وعلى هذا الأساس احنا عندنا هذا المجلس مصنف رقم A في مجالس الوطنية حول الإنسان على مستوى العالمي بالضبط وعنده مكانه في الأليات الدولية وعنده مكانه في الأمم المتحدة فبالتالي انت قدام مجلس عنده تاريخ وتاريخ عريق وفي نفس الوقت في دعم من الدولة بيقدم ليه الآن بهذا التشكيل الجديد اللي بيدي مؤشر إن انت قدام تنفيذ وتطبيق حقيقي للإستراتيجية مبنية على إنه هذا التشكيل يمثل فيه كل طواف المجتمع وهنا نرجع تاري المعيير باريس إن انت عندك ممثل فيه المحامين نقابة المحامين النقابات المهنية نقابة الصحفيين عندك تمثيل للمرأة أكتر من 11 عضوه وده نصف عدل أعضاء المجلس تقريبا من المرأة فبالتالي ده تمكين كبير جدا للمرأة وعندك للشخصيات العامة وعندك لأزازة القانون وده كله المعيير بتاعت باريس فيه الاختيار للتشكيل لما تبص على الشخصيات هتلاقي شخصيات عندها تاريخ طويل من العمل المدني الحقيقي على الأرض سواء على المستوى الحقيقي أو على المستوى التنموي فبالتالي أنت عندك تمثيل وتشكيل ربما لأول مرة ييجي بهذا الشكل من التناسق والتناغم اللي بين أعضاؤه اللي تقدر من خلاله تقدر تقول أن أنت قدام عمل تفعيل حقيقي للستراتيجية مبنية على أن أنت عندك مؤسسات تبتيت فعل دورها عشان تنافس هذه الستراتيجية ترجمة نانسي قنقر